الفيديو ده لمدرسين اللغة الإنجليزية وجايب لك النهاردة خطة تدريس قواعد الجرامر من A1 لغاية B2 والخطة دي متوفر معها بشكل مجاني تماماً كتاب لكل مستوى زائد الملفات الصوتية بتاعته تعالوا بينا نشوف الموقع مع بعض الموقع هيبن لك بالشكل ده وهتليم تقسم لي levels Level 1, Level 2 لغاية Level 5 من أول A1 لغاية B2 طيب Level 1 هتلاقي lessons بتاعته تحته هي من أول lesson 1 لغاية lesson 15 وكل Level 2 books الكتاب الأولاني اللي هو book number 1 دوت اللي فيه إيه الأسئلة واللي جنبه اللي هو answers ده الكتاب اللي فيه الإجابات تعالوا نحمل الكتب كده وغيريكم عمل إزاي نبدأ بي book 1 هنضغط عليه هنا هيتحمل على طول وهفتحه ده الكتاب اللي فيه إيه اللي فيه الأسئلة زي ما احنا شايفينه ده الكتاب اللي فيه إيه الأسئلة ولو عملت scan للQR code هيدخل على lesson على طول في الweb site فدي حاجة جميلة جدا أو متعمل scan للQR code يدخل على الدرس نفسه على الweb site تعالوا نشوف الكتاب الثاني الكتاب الثاني اللي هو كتاب الanswers هندخل عليه كده نفتحه قدامكم ده الكتاب اللي فيه بتاعة الكتاب الأولاني وبردك لو عملنا scan للQR code هيدخل على lesson في الweb site على طول تعالوا بقى نشوف عينة من الدروس اللي عندنا عندنا مثلا ناخد أول واحد كده الدرسة عندنا بيبدأ بيه conversation ممكن تسمعها على هيئة فيديو أو لو مش عايز فيديو ففيه audio عن طريق الضغط هنا وبعد كده ننزل هتلاقي الدرس متأسم من ثلاث حاجات أول حاجة script ده script بتاع الconversations اللي اتقالت كلها في الفيديو أو audio بعد كده عندنا قاعدة grammar اللي انت هتدرسها للأولاد ومشروحها بشكل بسيط حتى ده هيبقى مفيد للأولاد نفسهم اللي هما يطلعوا على الحاجات دي بعد كده عندنا كوز بس الكوز ده مش متعلق بالقاعدة الجرامر هو متعلق بالconversation نفسه وبموضوع الconversation يعني بيسأل أسئلة في الconversation نفسها مش في قاعدة الجرامر بس وكل درس هتلاقيه متأسم نفس التأسمة دي تعالوا نشوف حاجة كمان من مثلا نشوف حاجة مسلا تانية هتلاقي برضو عندنا هنا الconversation بعد كده عندك الoodio عندك وقاعدة الجرامر بعد كده عندنا كوز بس كده خلص فيديو النهاردة وما تنساش تبص على وصف الفيديو عشان احطط لك شوية فيديوهات بتفيدني جدا في التدريس كان معاكو مهند سعيد سلام عليكم